سيسمح سيد الحلبوسي بمرور سالم العيساوي أو محمود المشهداني بما أنه فعلا تترين بالنسبة للطاقات المعادلة يعني ما زلنا نتكلم عن الحلبوسي والحلبوسي وكأنما الحلبوسي هو السلطة الفريدة والوحيدة والأولى في الدولة الحلبوسي لا هو يتحدثيج لكن اليوم هو معيش ربع هذا الوهم وحاولون أن يعيشون الشارع السني والعراقي بهذا الوهم الحلبوسي لم يعد الحلبوسي السابق عندما كان فيه كرسي الرئاسة اليوم علي دعاوة قضائية وأصبح من المكفلين في قضايا أخرى وتلاحق قضايا ودعاوة أخرى وهناك اعترافات من أشخاص تم إلقاء القبض عليهم على منظومته لذلك نحن نعتقد أنه وأصبحنا على يقين حي جديدة مالأكم منظومته معتقلين عن المدرأ العامي طبعا طبعا فلذلك القادم صادم نقولها ومستمرين لتصحيح واقع محافظاتنا اللي سلبوها هذه المنظومة هناك ملفات فساد وهناك ملفات تزوير وهناك حقوق مواطنين تم التجاوز عليها وهناك أراضي لحد الآن أراضي عشائر بمرعي والبريشة وعشائر أخرى في الأنبار ومظالم في محافظات أخرى كلها سبب هذه المنظومة لذلك نقول اليوم أمام مسؤولية أخلاقية تجاه الوطن وندعو الأخوة في تحالف دارة الدولة والسادة القادة وجميع الأخوة النواب إلى عقد جلسة مجلس النواب الجلسة الثانية وإكمال انتخاب الرئيس والمرشحين ما دام المحكمة الاتحادية لم تصدر أمر ولائي ولم يكن هناك إجراء قانوني وأجلت الدعاوة للشكاوة التي قدمت من قبل النواب سواء ضد الشيخ شعلان أو من قبل تقدم تجاه شرعية الجلسة ما دام المحكمة الاتحادية أجلتها نحن خمان ننتظر يفترض أنه نستمر لأنه ما صدرت المحكمة الاتحادية أمر ولائي يقدر البرلمان يوم يسبب تجاه اختيار أسد برلمان بجن نرجع لقرار المحكمة الاتحادية باتشر البرلمان يقدر يسبب لأنه العنتين هو مراضي هذا إطار والأخوة في إدارة تحالف إدارة الدولة اليوم هذا التأجيلات وهذا التأخير غير صحيح يفترض أنه تعقد جلسة لاختيار رئيس مجلس نواب ومرشحين موجودين وهم نفس المرشحين استاذ سالي ترجمة نانسي قنقر